اشتركوا في القناة خلينا كلمك على أجواء بشكل عام كابتن ميدو قبل مباراة مهمة زي مباراة الأهل وفريق سموحة أكيد مباراة مهمة جدا بالنسبة للفريقين بالتحديد بنتكلم عن نادي الأهل بيدخل المباراة دي سعيا نحو التأهل للدور النهائي من بطولة كاس مصري أكيد بطولة مهمة من ضمن بطولات اللي بيتركز عليها بشكل كبير جمهور نادي الأهل وبقالنا كتير ما بنحرسها هذه البطولة بالتالي فيه تركيز كبير جدا من قبل الجهاز الفاني واللعابين للفوز في هذه البطولة الهمة جدا بالنسبة لكل جمهور نادي الأهل لكن خليني سريعا كابتن ميدو أقولك التشكيل اختاروا كابتن حسام البدري المباراة النهاردة متواجد في حراسة المرمى الشريف إكرامي أمامه الرباعي علي معلول باك ليفت محمد نجيب ورامي ربيعة كما الساكين ناحية الميدة متواجد باسم علي في نص الملعب كل من حسام عشور وعمر السلية أمامهم السلاسي عبدالله السعيد ووليد سليمان وأحمد حمودي والمهاجم الوحيد جونيور أجاي ده التشكيل الأساسي اللي سيبتدي به كابتن حسام البدري النهاردة في المقابل خلينا أقولك دكة البودلاء اللي اختارها كابتن حسام متواجد كل من محمد الشناوي صلاح جمعة محمد هاني مؤمن زكريا حسام غالي عمر جمال وعماد متعب ده التشكيل النادي الأهلي الخاصة مباراة النهاردة خلينا أقولك أن قبل تحرك الفريق كان فيه محاضرة مهمة جدا من قبل كابتن حسام البدري اللاعبين ابتدت بالتحديد في تمام الساعة ستة الربع واستمرت لحوالي تلت ساعة كابتن حسام البدري أكيد ركز مع اللاعبين على ضرورة الفوز في هذه المباراة طبعا في سعي النحو طبعا التأهل للدور النهائي من بطولة كاس مصر لكن في المقابل خلينا نتكلم شوية عن فريق سموحة واللي يمكن عنده أريحية أكتر من خلال فترة الراحل اللي حصل عليها اللاعب فريق سموحة خلال الفترة الماضية على العكس النادي الأهلي اللي كان عنده ضغط مباراة بتحديد خلال البطولة العربية بالتالي خلينا نتكلم عن تشكيل الخاص بفريق سموحة في حراسة الجمهور محمد أبو جبل رقم واحد وعشرين أمامه السيد فريد رقم خمسة محمود عبد العزيز رقم أربعة محمود عزة رقم ستة أحمد نبيل منجا رقم تمانية أحمد رؤوف رقم حداشر أيمن أشرف رقم اتناشر أحمد مصطفى لالة رقم تلاتاشر أحمد حمص رقم أربعتاشر حسام حسن رقم تمنتاشر ورجب بكار رقم تلاتين ده التشكيل الأساسي بالنسبة لطبعا فريق نادي الأهلي عفوا فريق نادي سموحة في المقابل خلينا نتكلم عن دكتة البودلاء الخاصة بفريق نادي سموحة أحمد يحي ودحر سمارما رقم ستاشر محمد يوسري رقم عشرة بنو ديوارة رقم عشرين ياسر إبراهيم رقم تلاتة وعشرين عمر المنوفي رقم أربعة وعشرين مالو باتريك رقم تمانية وعشرين ده تشكيل الخاص بفريق سموحة واللي طبعا فيه كيادة فنية جديدة بكيادة ميستر شتراكا وأحد المدربين اللي ضربوا فيها الدوري المصري سابقا مع فريق الإسماعيلي بالتالي ممكن نشوف شكل مختلف لفريق سموحة خلال مباراة النهاردة لكن أكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في الفوز في هذه المباراة والتأهل للمباراة دلائل أهلي تاني لو سمحت بالنسبة لبودلاء الأهلي متواجد كل من صالح جمعة محمد هاني محمد الشناوي عمر جمال مؤمن زكريا عماد متعب وحسام غالي ده بودلاء النادي الأهلي عادهم عليك تاني يا كابتن ميدو صالح جمعة محمد هاني محمد الشناوي عمر جمال مؤمن زكريا عماد متعب وحسام غالي دول بودلاء اللي اختارهم كابتن حسام البدر المباراة النهاردة لكن خليني مستمر معك يا كابتن ترجمة نانسي قنقر